ترجمة نانسي قنقر فلا شك أن ينقلب ظنه سوءا يثقل من كبيه بوزن فكر المناصرين للمعرفة الراغبين بالتزود منها رغم كل الظروف فبعدما بلغ للناس قرار تعطيل المدارس بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة الطلبة في ظل الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 سارعت وزارة شؤون الإعلام إلى تعزيز أوجه الشراكة الرسمية مع وزارة التربية والتعليم وتوظيفها لخدمة المجتمع وللطلبة بمتنوع المراحل الدراسية على وجه الخصوص عبر جعل استوديوهاتها الإخبارية منصة رحبة تطل من خلالها الحصص التعليمية المتلفزة على قناة البحرين الرياضية الثانية لتكون بوابة علمية تفسح المجال أمام فرق العمل التابعة لوزارة التربية والتعليم المكلفة بإعداد وتقديم الدروس المرئية المتلفزة لمختلف المناهج المعرفية ولجميع المستويات الدراسية بمتابعة وتاجيه من ساعات السيد علي بن محمد رميحي وزارة شرون الإعلام والاستمرار العاملية التعليمية في مملكة البحرين انطلقت اليوم الدروس التعليمية المتلفزة على قناة البحرين الرياضية الثانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنذ استلامنا التوجيه من ساعات وزارة شرون الإعلام تم عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية بتنفيذ هذا المشروع وتم إقرار في الاجتماع إنشاء خمس استوديوهات لتصوير الدروس وتم عدد ثلاث فترات من خمسين موظف من مهندسين وفنيين لتصوير هذه الدروس وتم تصوير ما يفوق على 150 درس حالياً والعملية مستمرة بإذن الله لتسجيل بقيات الحصص التلفزيونية أكثر من 150 درساً تم إعدادها وتصويرها داخل أربعة استوديوهات من استوديوهات وزارة شؤون الإعلام عبر كادر فني عالي المستوى من الدراية والإمكانات ممن ساهم أفراده في إنتاج باقة وافية من الدروس التعليمية باحترافية تامة وبجودة عالية لمادة معرفية ستوضع بين يدي الطلبة استجابة لحاجتهم في متابعة دراستهم واستمرار تعلمهم حتى لو كان عن بعد ارتعينا بأن نحن في البداية نفتح استوديو لتقييم الواضع لما شفنا بأن الواضع ووتيرة العمل كانت بحاجة إلا هنا تكون أسرع لانطلاق طبعاً الدروس الأولية على قناة البحرين الرياضية الثانية قلنا بأن نقدر أن نحن نحقق كمية إنجاز أكبر من خلال تهيئة استوديوين ثلاثة إلى وصلنا إلى أربع استوديوهات طبعاً تكاتفت جميع الإدارات في وزارة شؤون الإعلام هذا شيء جميل جداً خلنا جميعاً في شراكة علشان نظهر هذا العمل واليوم كانت الانطلاقة وإن شاء الله أبنائنا عجبهم المضمون درسنا اليوم بإذن الله سيكون عن تصنيف التفاعلات الكيميائية وحتى يحين موعد الرجوع إلى مقاعد الدراسة أصبح بإمكانكم أعزاء الطلبة متابعة فصول الدراسة عبر حصص تعليمية متلفزة لن يبخل القائمون عليها في شرح وإضاح وتقديم أي معلومة ترتجون اكتسابها فقط امنحوا لهم بعضاً من وقتكم من أجل رفعة ذاتكم ودوام اجتهادكم لتلفزيون البحرين محمد رشيدة